لهذا السبب غاب بونو عن الهلال في أولى جولة دور أبطال آسيا حمد الله يغيب عن مواجهة الاتحاد والفتح وتفاصيل الإصابة التي يعاني منها غاب الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي لكرة القدم عن مواجهة فريقه أمام ناف بخورنا منجان الأسبكي الأثنين لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا وتلقت شباك الهلال هدفا من هجمة مرتدة بتسديدة في الزاوية الضيقة لحارس المرمى الاحتياطي محمد العويس مع بداية الشوق الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد في الرياض لينتظر الفريق الأزرق حتى الدقيقة العاشرة من الورقة بدل الضائع حيث نجح علي البليه في تعديل النتيجة من ضربة رأسية وغاب بونو عن هذه المواجهة بسبب ما تفرده المادة الحادية والثلاثين من قوانين دوري أبطال آسيا إذ ينص البند الأول على منح كل فريق من فرق البطولة هذا الموسم ما حق تسجيل ست لاعبين أجانب فقط في قائمة كل مباراة على حذا وتشترط المادة أن يكون أحد اللاعبين الأجانب الذين تم اختيارهم بجنسية آسيوية مختلفة عن جنسية ناديه ما يعني وجود خمس لاعبين أجانب من مختلف قارات العالم بالإضافة إلى لاعب آسيوي أجنب عن الفريق ويرسل كل فريق مشارك في دوري أبطال آسيا لائحة موسعة بجميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة حسب ما تنص عليه المادة السابعة والعشرين من قانون البطولة البند رقم واحد ثم يختار الفريق من القائمة الموسعة التي سبق تقديمها مجموعة اللاعبين الذين يود أن يخوض بهم المباراة المعنية وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد كل جولة من جولات دور المجموعات أو المراحل الإقصائية وستكون باستطاعة جورجي جيسوس مدرب الهلال اختيار أجانب آخرين أمثال الحارس المغربي ياسين بوني والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ولاعب الوسط سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش حمد الله يغيب عن مواجهة الاتحاد والفتح وهذه تفاصيل الإصابة التي يعاني منها سيغيب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم عن المباراة القادمة لفريقه أمام الفتح ضمن منافسات دور روشن السعودي وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد سيفتقد خدمات المهاجم المغربي في مواجهة فريقه أمام الفتح بسبب معاناته من إصابة في الكتف وتعرض حمد الله لإصابة في الكتف أثناء مشاركته مع الاتحاد في مباراة أجمك الأسبكي أمس ليغادر النجم المغربي أرضية الملعب في نهاية الشوط الأولي وأشارت المصابر نفسها إلى أن إصابة عبد الرزاق حمد الله عبارة عن تمزق عضلين إذ إن الفحوصات الأولية تظهر عدم إصابته بخلع في الكتف وحقق فريق فالاتحاد فوزا على أجمك بثلاثية دون رد في أولى جولة دور المجموعات من بطولة دور أبطال آسيا يشار إلى أن الاتحاد سيلاقي الفتح مساء يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في إطار الجولة السابعة من دور روشن السعودي ترجمة نانسي قنقر